السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا خبر مفرح ومثلج اليوم من خلال البلاغ ديول الملكي والذي أعطى العاهل المغري بالأوامر للشركات الخطوط للجوية والبحرية وكذلك المسؤولين بأن الأتمان يراعى فيها هذه الضرفية الجائحة المسألة التي أريد أن أشيرها هو من خلال حواري أمس ليلا مع أعطى وزير الصحة العمومية من أجل توضيح بعض الأمور لأن البروتوكول الصحي ما شرش المسألة كم هي المدة التي تسموح بها بعد اللقاح الثاني فقال لي بالحرف أن لقاحات فيزر موديرنا أسترازينيكا أسبوعين بعد أسبوعين لا تطلب منك بيسر بالنسبة للحاء اللقاح الصيني فأربعات الأسابيع لكي تكونوا تعرفين المدة التي تطلبها لتدخل المغرب بدون اختبار بيسر بيسر مسألة أخرى التي تنوجها هذا الكلام للناس الذين رفضون يتلقحوا و لا يريدون أن يتلقحوا سأقول لكم هذا اختيار شخصي لا يمكن أن أفرد عليك أختيار شخصي و أنت تتحمل المسؤولية كثيرا لكن يجب أن تتعرف أن وصولك إلى المغرب بدون جواز التلقيح فهو يجب أن تنقل من مدينة إلى مدينة ومسألة أخرى أن في الحضاث الجليل يجب أن تخرج هذا بالنسبة للإجراءات الاحترازية لكينات في المغرب المسألة التي هي مهمة و لا تتردوش البال لها وهي شوفوا الدول للإقامة لكم في مصنف المغرب مثلا هولندا مصنف المغرب في القائمة البرتقالية أورانج ما معنى القائمة البرتقالية أورانج؟ أنك تتحمل مصنف المسؤولياتك إلى المغرب و لا تتعرف حتى شركة التأمين لا تتعرف عندما ترجع إلى هولندا أو الدول للإقامة ستجد الإجراءات تتطبق عليك مثلا هولندا ستجد عشر أيام في الحجر الصحي الإجباري و رأي ممكن أنه التعويضات التي تأخذه للخدمة ما تقبل لك شذكة المدة أنك تأخذ عليها العجر والتعويض لهذا فالإنسان قبل مغامر يعرف ما عليه و ما له لأنه لا لا يحفظ تقع لك شيء شيء في المغرب تغلق الحدود ولا أي شيء من هذه المسائل هذه فأخذتك تحمل العواقب لأنك لا تدرك التلقيح و أن مشيتي المنطقة اللي هي الدولة للإقامة ديالك مصنفها في المناطق الخطيرة بشرة الناس ديال الفئة بي الدولة في بي أنه تم إلغاء ذاك الرخصة الاستثنائية لكن ما زلنا سنطالبوا باش أن ذاك العشر أيام ديال الحجر الصحي ما تكونش فلوطيل على حسابه وإنما تكون في الدار دياله ويكون المراقبة ديالها من طرف السلطات المخصصة لأنه لا يعقل أن طلبة ولا ننزعي من دول ديال الخليج كان اليوم تهود بلا حظر صحي ديال العشر أيام دلوطيل ومن بعد تتفرض عليه ديال العشر أيام دلوطيل راها ميزانية وفي هذا الإطار ديال هذا الجائحة ديال كورونا الله يكون في العوان ديال المجموعة ديال المغاربة إذن كما قلت كان إجراءات اللي تم تخفيف ديالها و لو كانت عندنا الصحافة المغربية في المستوى كانت هي تقوم بالبحث عن الحقيقة لدى المسؤولين ويخبروا الرأي العام الوطني ولا الرأي العام ديال المغاربة العالم بكل الإجراءات وكل الأمور اللي تغيرات هذه الإجراءات إذن ها نحن على أبواب العطلة الصيفية كونوا حاديرين دير معاك الجواز ديال التلقيح دير الأمور ديال بسي اير ديالك لأنك تقدر توصل الطائرة لمطار وميخليوك تركب الطائرة هذي خسكم تديرها في بالكم وغادي تضيع تذكير ديال الطائرة وبزاف ديال الإجراءات ف نتمنى أننا نكون في المستوى وكذلك نرد البال لمجموعة هذه الأمور اللي هي ضرورية وشكرا